كاركوكو التي عرفت بأنها مدينة للتعايش بين عديد القوميات الموجودة فيها وجامعة لكل الأطياف ها هي اليوم تعيش فصلا جديدا من الفوضى الأمنية خلف قتلى وجرحه بسبب تناحر الأحزاب وصراعها على مصالحها ونكوصها عن الاتفاقات التي تعقدها بين الحين والآخر لتمرير هذه الحكومة أو ذاك المشروع القصة تعود إلى عام 2017 بعد فشل الاستفتاء على انفصال كردستان العراق والذي دعا له الحزد الديمقراطي الكردستاني ودخول القوات الحكومية إلى محافظة التأميم وسيطرتها على مقر الحزب وتحويله إلى مقر لقيادة العمليات لكن بموجب ما سمي باتفاق إدارة الدولة الذي تشكلت به حكومة السوداني قدمت أطراف الإطار التنسيقي تعاهدا بإعادة المقر بيد أنها اليوم بحسب الحزب الديمقراطي الكردستاني تنكث تعهداتها بعد أن أمسكت بزمام الأمور كما حدث مع تعهدات أخرى كإقرار قانون العفو العام وإخراج الميليشيات من المحافظات المستعدة عسكريا ميليشيات مشاركة بذلك الاتفاق تساهم بشكل مباشر بتأجيج الأوضاع حيث تحشد عناصرها إلى جانب متظاهرين آخرين منذ أكثر من أسبوع أمام المقر ما تسبب بقطع الطريق الاستراتيجي الرابط بين جنوب البلاد وشمالها والذي يمر بمحافظة التأميم وتنتقل عبره يوميا آلاف الشاحنات وسيارات المسافرين على الجانب الآخر بدأ سكان الأحياء الكردية القريبة بالتجمع والمطالبة بفتح الطريق وخاصة في حي رحيم آول محاذي للمقر فيما حاول بعضهم التحرك باتجاه الاعتصام على الرغم من إعلان شرطة المحافظة حظر التجول الفوضى الأمنية وإحداث بؤر توتر بين الحين والآخر والنكوس عن الاتفاقات السياسية بات دايدن حكومات ما بعد 2003 بكل أحزابها وميليشياتها ليدفع المواطن العراقي الثمن وهما يجري اليوم في محافظة التأميم التي تعيش أحداثا متسارعة حيث تسعى الأطراف المتسارعة إلى تعزيز نفوذها والاستحواذ على ثروات المدينة النفطية التي لا يرى منها سكانها إلا الأذى والدمار